السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم معايا في فيديو جديد معكم مامة عمر فيديو النهاردة ان شاء الله هنكمل باقي سسلة تعليم الكروشيه هنتعلم في فيديو النهاردة غرزة النص عمود تابع معايا الفيديو وان شاء الله هنتعلمها بكل سهولة يلا نبدأ على بركة الله اول حاجة هنراجع مراجعة على شغلنا في الفيديوهات اللي فاتت اللي هي هنشتغل هنبدأ ازاي بعودة البداية عودة البداية بلف الخيط على سبعيني بالشكل ده بعمل علامة اكس بضغط على علامة الاكس بالشكل ده معايا الخيط القصير ناحية ايدي اليمين بسحب من الحلقة اللي انا كونتها كده اشتغلت اي كده عملت عودة البداية وبزبطها على الابرة بدايئها بالشكل ده بمسك الابرة بالطريقة دي او بالطريقة دي الطريقة اللي تريحك تشتغلي بيها هلف الخيط على ايديا ازاي اهو انا هلف على صباعي بالشكل ده الخيط. تلصة وابع دولة. هسبت بيهم الخيط بالشكل ده. السبعين دولة همسك بيهم بداية الخيط. هنا هبدأ هشتغل السلسلة. هلف الخيط على الابرة بالشكل ده. واطلع من الحلقة اللي معايا. ايدي مرتاحة في الشغل. هلف الخيط على الابرة. واطلع من الحلقة اللي معايا. تمام? هلف الخيط على الابرة. واطلع من الحلقة اللي انا كونتها. الشغل ده انا عاملان له فيديوهات كل غرزة معمول لها فيديو مخصوص لها شرح بالتفصيل هسبه لكم في صندوق الوصف للمراجعة وهنا هكمل بقي السلسلة بتاعتي اهو بكل سهولة بلف الخطعة الابرة واطلع من الحلقة الف الخطعة الابرة واطلع من الحلقة هشتغل عدد سلاسل بالشكل ده اهو تمام هنكتفي بالعدد ده هنا هعمل ايه معايا الخيط اللفة على الابرة بالشكل ده هفوت هعد كده هو تحت اللفة دي واحد اتنين غرزتين هفوت غرزتين وهدخل في الغرزة التالتة احنا هنشتغل النهاردة غرزة ايه منص عمود هلف الخيط هاخد لفة معايا على الابرة بالشكل ده وهدخل في السلسلة التالتة هفوت غرزتين وهدخل في التالتة بالشكل ده في ضلع من اضلاع السلسلة بتاعتي هدخل كده وهطلع بلفة معايا على الابرة اتكون معايا تلات لفات هعمل ايه هلف الخيط على الابرة هطلع من التلاتة مرة واحدة بالشكل ده اهو بيت معايا لفة واحدة على الابرة هلف لفة هدخل في الغرزة اللي بعدها اهو نخلي بنى ما نفوتش غرزة ولا ندخل في غرزة مرتين هسحب الخيط هيتكون معايا تلات لفات على الابرة اهو هطلع هلف الخيط على الابرة بالشكل ده وهطلع من التلاتة مرة واحدة اهو هلف الخيط على الابرة هدخل في الغرزة اللي بعدها اهو كده هسحب الخيط هيتكون معايا تلات لفات على الابرة هطلع من التلاتة مرة واحدة تاني هلف الخيط على الابرة بدخل في ضلع من اضلع السلسلة باخد لفة معايا على الابرة وباطلع بيها بيتكون معايا تلات لفات باطلع من التلات لفات مرة واحدة اهو نلف لفة على الابرة بدخل جوه حلقة من حلقات السلسلة باطلع بلفة معايا على الابرة هنا هو بيتكون تلات لفات باطلع من التلات لفات مرة واحدة. نلف لفة على الابرة. وادخل في الغرزة اللي بعدها اللي عليها الدور. بسحب الخيط. بيتكون تلات لفات. بنطلع من التلات لفات مرة واحدة. تاني اهو. بنشتغل بور راحة وبالتفصيل الممل. آه تمامي بنات? اهو. هنلف لفة على الابرة. وبندخل في الغرزة اللي بعدها وبنطلع بلفة. بيتكون تلاتة. بنطلع من التلاتة مرة واحدة. نكمل. باقي الغرز اللي على السلسلة كلها. نخلي بنا من ايه? ما ندخلش في الغرزة. مرتين. وما نفوتش غرزة. ونسيب غرزة. اهو. اخر غرزتين في السطر. هلف لفة. بدخل جوه. دلع من اضلع السلسلة وبطلع بلفة بيتكون تلاتة. بطلع من التلاتة مرة واحدة. هلف لفة. هتخل في اخر غرزة في السطر. اهو. تمام? هناخد بنا من عدد السلاسل اللي بدأنا بيه. ونعد السطر في كل سلسلة. تمام? هنا هنعد واحد. اشتغلنا كام عمود? نص غرزة نص عمود. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احداشر اتناشر. اتناشر. هنخلي بنا الاتناشر دول في كل السطر هيبقوا معي اتناشر. هنا عايز اكمل شغلة هكمل ازاي? هرتفع سلسلة اتنين. السلسلتين دول اللي لو فاكرين في بداية السلسلة فوتنا سلسلتين. تمام? السلاسل الارتفاع دولة هم اللي فوتناهم في البداية. هلف الشغل الناحية التانية. معي اول غرزة في السطر. اهو اول غرزة في السطر. هلف لفة على الابرة. وهدخل فيها بالشكل ده بس هدخل فين? تحت ضلعين الغرزة. اهي الغرزة بتتكون من ضلع امامي وضلع خلفي. هدخل تحت الضلعين مرة واحد اهو. تحت حرف الفي. شايفين? الغرزة بتكونني شكل حرف الفي اهو. فانا بدخل تحت الضلعين. هسحب الخيط. معي تلات لفات على الابرة. هطلع من هم مرة واحد. اهو. تمام? حلف لفة على الابرة. هدخل في الغرزة اللي بعدها. اهو. تحت الغرزة كاملة. ما دخلش ما فوتش كده اهو. ادخل في ضلع منها الامامي او ضلع خلفي. لأ. بدخل تحت الضلعين بالشكل ده. هسحب الخيط. اتكون معي تلات لفات على الابرة. هطلع منهم مرة واحدة. هلف لفة على الابرة. هدخل في الغرزة اللي بعدها. نخلي بنا ما نفوتش غرزة. او ما ندخلش في الغرزة مرتين. خلي بنا من عدد الغرز في كل سطر علشان ما نطلق بطش في الشغل بتاعنا. هلف لفة كمان. هدخل في الغرزة اللي بعدها. اهو. هسحب الخيط معي تلات لفات على الابرة. هطلع من التلاتة مرة واحدة. اهو. الغرزة اللي بعدها. هلف لفة على الابرة. الغرزة اللي بعدها. هطلع بلفة. وهطلع من التلاتة مرة واحدة. تلات لفات على الابرة مرة واحدة. نلف لفة على الابرة ندخل جوه الغرزة هسحب الخيط بتكون تلات لفات هطلع من التلاتة مرة واحدة. هنلف لفة على الابرة وهندخل جوه الغرزة كاملة هسحب الخيط معي تلات لفات على الابرة هطلع من التلاتة مرة واحدة. كمان مرة. هنلف لفة على الابرة. ندخل في الغرزة اللي بعدها. هسحب الخيط معي تلات لفات. هطلع من التلاتة مرة واحدة. هلف لف على الابرة. هدخل في الغرزة اللي بعدها. هسحب الخيط. وهطلع من الثلاث لفات مرة واحدة. اخر غرزتين في السطر. اهو. خلي بنى اخر غرزة اهو كده اهو ما نفوتهاش في السطر. وندخل تحت الغرزة كاملة. ونطلع من الثلاث لفات. نعد الغرز بتاعتنا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر اهداشر اتناشر اللي اتناشر غرزة اللي بدأنا بيهم احنا كده ايه? ماشيين مزبوط. ونكمل بنفس الطريقة. بنعمل ايه? بنرتفع اتنين سلسلة. وبنلف الشغل الناحية التانية. بناخد لفة على الابرة. وبندخل في اول غرزة. بنطلع بلفة. وبعدها بيتكون تلات لفات. بنطلع منهم مرة واحدة. بس كده يا بنات وبندخل في كل غرزة وبنشتغل فيها. وده كان شرحنا النهاردة لغرزة النص عمود. آآ يا رب يكون الشرح واضح. وان شاء الله تتعلموا آآ شغل الكروشي بكل سهولة. آآ لو حابة تشتغلي. آآ هتتعلمي بسهولة. بس نركز. وزي ما قلنا في البداية احنا اشتغلنا لو هنبدأ هنبدأ بخمات بسيطة جدا يعني مش هتكلفي نفسك لو انت بتتعلمي. آآ وده شرحته في الفيديوهات اللي فاتت وهسبها لكم في صندوق الوصف. وده كان شرحنا النهاردة لغرزة النص عمود. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة لو ما كنتيش مشتركة معي في القناة تفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. دمتم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.